أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم أحبة المشاهدين بذكرى ولادات الأئمة الأطهار هذا اليوم ضمن برنامج سيرة ومسيرة نصل التضوء فيها على إمام من أئمة أهل البيت ألا وهوى علي بن الحسين الإمام السجاد عليه السلام ونتطرق إن شاء الله إلى بعض من سيرته العطرة باسمكم أحبة المشاهدين ورحبوا بضيف الحلقة سماحة سيد هادي المدرسي السلام عليكم سماحة السيد ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعلى المشاهدين أحسنتم سيدنا سيدنا في البداية نود أن نتعرف على البطاقة التعريفية للإمام السجاد عليه السلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين شخصيات الأولياء الكبار سواء كانوا أنبياء أو أوصياء الأنبياء أهم شيء أهم صفة فيهم أنهم استفاء الله فالله عز وجل يخلق أشخاص متميزين ويجعلهم أولياءه لو أنك كنت تريد أن ترسل رسولا إلى أحد فتبحث في من حولك وفي المجتمع عن أفضل شخص يمثلك الله عز وجل لا يبحث عن من يختارهم إنما يخلقهم متميزين الإمام السجاد سلام الله عليه واحد من الذين اصطفاهم الله فخلقهم متميزين عن غيرهم من البشر ولذلك لا يمكننا أن نستوعب شخصية الإمام إنما نستطيع أن نتعرف من خلال لقطات من سيرته العطرة ومن طريقته ومن جهاده ومن تضحياته ومن علمه وحكمته ومواقفه الإمام السجاد سلام الله عليه كان يقول أنا ابن الخيرتين من حيث أنه كان من أولاد رسول الله فهو من أفضل بطن من بطون قريش ومن جاة أخرى كان من حيث أمه وهي من فارس أيضا كانت من بنات الملوك ومن البيوتات فهو نتاج هذين الفرعين خيرة أبناء المجتمع أحسنتم خيرة أبناء المجتمعين على كل حال الإمام السجاد سلام الله عليه جاء في ظروف مختلفة عن بقية الظروف يعني عاش مع أبيها الإمام الحسين وعاصر كربلاء وكان في كربلاء ثم فيما بعد حمل تلك الراية التي حملها الإمام الحسين وهي راية جميع الأنبياء حملها على كتفه وسار بها وحقق ما حقق بفضل حكمته وبفضل إرادته وإيمانه وصدقه وصفائه أنا دائما كنت أقول أن الإمام زين العابدين بدعائه وزينب بدمعتها استطاعوا أن يزيلوا دولة بني أمية دولة بني أمية الذي أسسها في البداية معاوية بن أبي سفيان كان يتمنى لها أن تبقى على الأقل ألف عام لكن ما فعله يزيد بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء ومن ثم جهاد الإمام زين العابدين وجهود السيدة زينب صلى الله عليه هذه الدولة انتهت أما دولة يعني فرع من بني أمية وهم بني سفيان انتهت بعد مقتل الإمام الحسين لكنها لم تنتهي بدون جهود من أراد لها أن تنتهي وهم أهل بيت النبي وعلى رأسهم الإمام زين العابدين هذه الدولة انتهت ثم جاء بن مروان وهم الذين حكموا فيما بعد أما بن سفيان فانتهوا بعد مقتل الإمام الحسين فالإمام كان متميزا في شخصيته متميزا في حنكته وحكمته وفي أرادته وكان في تلك الظروف الصعبة يستطيع استطاع في الحقيقة أن ينشر هدف الإمام الحسين من ثورته يعني بيّن أهداف تلك الثورة المباركة عن طريق الدعاء عن طريق الكلام عن طريق النشر الخطاب وإلى آخره هذا ما قام به الإمام زين العابدين سلام الله عليكم طيب سماحة سيد نلاحظ أن الإمام السجاد أكثر من لقب مرة يطلق عليه زين العابدين مرة يطلق عليه لقب معين وغيره الإمام السجاد لا بد أن تكون هناك دلالات معينة لهذه الألقاب ما هي دلالات هذه الألقاب؟ جميل الألقاب نوعان نوع جاءت بالتعيين نعم نوع في الحقيقة الناس الذين عاصروا الذين درسوا حياة الأئمة سلام الله عليهم كانوا يطفون هذا اللقب على الشخص الشخص الإمام السجاد كأن هذه الكلمة جاءت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زين العابدين زين المتقين ذو الثفنات باعتبار لكثرة عبادته كانت هناك ثفنات في بعض الروايات كثفنات البعير نعم في جبهته في كفيه في ركبتيه وإلى آخره وكان كل عام كذا مر يقطع هذه الثفنات لكثرة سجوده ولا بد هنا أن نلاحظ مسألة جاء أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف أكون معك وفي درجتك يا رسول الله قال عليك بكثرة السجود يعني أن نبي بيّن لمن يريد أن يلحق برسول الله وفي درجته يعني كثرة السجود هي التي تلحق المرأة برسول الله الإمام زين العابدين كان كثير السجود كان كثير العبادة وعبادته لم تكن من أجل المظهر ومن أجل أن يراه الناس أبداً بينه وبين ربه لكن كان كثير السجود ولذلك سمي بالسجاد نعم وسمي أيضاً بزين العابدين لأنه العابدون في الحياة كثيرون من الأمم السابقة وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم زينتهم وزينهم هو الإمام زين العابدين سلام الله عليه فالألقاب في الحقيقة تبين حقيقة الشخص التي كان عليها التي كان عليها طيب نلاحظ الإمام السجاد سلام الله عليه ذهب مع أبيه إلى كربلاء ولكن حدث ما حدث المعركة التي حصلت واستشهد من استشهد الإمام السجاد كان مريضاً هل كان هناك حكم معينة من مرضه وعدم اشتراكه في واقعة الطفر أساساً الأئمة معينون من قبل الله وقد سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرداً فرداً بالإضافة إلى قوله المعروف عند الفريقين الأئمة من بعد إثنى عشر كلهم من قريش ومن ثم فكان لابد أن يبقى بعد أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه بالنسبة إلى مرض الإمام هناك قولان قول أنه كان مريضاً بالفعل وقول أنه قاتل في البداية وجرح ومنعه أبوها الإمام الحسين من أن يشارك مرة أخرى خينما جاء الإمام للتوديع زين العابدين قال يا عم ناوليني العصى والسيف الإمام قال لم قال أقاتل نعم يعني هو يعرف أباه ويعرف أنه حجة الله في أرضه وعلى عباده ومن ثم يرى أن أباه ذهب إلى المعركة لكي يقتل في نهاية المعركة كانت فالإمام أجلسه في مكانه لا لكي لا ينقطع نسله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبناء على أنه كان جريحاً أو بناء على أنه كان مريضاً لكن المهم كان يجب أن يبقى وبقاء الإمام ولو الفترة معينة من الزمن مسألة مهمة في تعيين القيادة الربانية للأمة وحينما نتحدث عن القيادة الربانية لا نتحدث عن الزعامة والرئاسة يعني حينما نقول أن الإمام علي هو أمير المؤمنين لا نقصد أنهم بايعوه مثلاً في السقيفة خمسة ستة أشخاص ومن ثم أصبح حاكماً هذه الحكومات هذه الطريقة في انتخاب الحكومات هذه تصلح لرئاسة البلدية تنظيم الشوارع وما شابه ذلك لكن تعيين إمام قدوة من قبل الله ويوم القيامة ربنا يحتج بهم على عباده نحن في زيارة أمين الله نقول للإمام أمير المؤمنين ولبقية الأمة السلام عليك يا أمين الله في أرض وحجته على عباده يعني حجة رب العالمين على عباده هذا يأتي بالتعين وليس بالانتخاب وإذا صح انتخابه إمام رباني حجة على الناس فيصح أن ينتخب الأنبياء أيضاً وإذا كان من الممكن انتخاب النبي يمكن انتخاب الرب الذي نعبده وهذا ما كانت عليه قريش يقولوا نحن نعين من اللي نعبده وإن كان نعبده لأن نزلفه إلى الله بس بالنتيجة نعين الله يقول له ما كان لهم الخيارة إذا قضى الله ورسوله أمراً فعلى كل حال إمام زين العابدين كان مقرراً له أن يبقى أن يبقى وإن كان بحسب التحقيق أنه يشارك في البداية وجرح وبناء على جراحه كان نائماً في الفراش وفي الحقيقة هناك مقولة للإمام الحسين معروفة جاءه أحدهم في يوم السابع من محرم الحرام في كربلاء جاء إلى الإمام قال يا أبا عبد الله كنت مع أبيك في منصرفنا من صفين وحينما مر بهذه الأرض أخذ شيئاً من تربتها وقال إيهن أيتها التربة يحشر معك أناس يدخلون الجنة بغير حساب وأظن أنه قصدك وأنك مقتول قال جئت لنا أم علينا قال لا أنا في جيش عمر بن سعد ولكن حينما تحدث علي بهذا الكلام تدرون في جيش الإمام علي كانوا خوارج وحتى في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه كان خليط من جملة خوارج هذا الرجل كان منهم حينما رأى هذا الأمر من الإمام علي سلام الله عليه قال لزوجته قال في نفسه من أين يعرف علي يعرف الغير من أين يعرف أنه يحشر منك أناس يدخلون الجنة بغير الحساب سوجته قالت إن كان قد قال فقد صدق فيقول حينما دخلت كربلا وجدت تلك الشجرة وقد صلى علي تحت ظلها في ذاك اليوم في من صرفه من صفين فتذكرت مقالته وجئت أقول لك أنك مقتول فقال الإمام لا يغيب عنا ذلك لكن إن لم تكن لنا فاخرج لأن من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خره في نار جهنم والإمام يتكلم عن الوحي وإن كان جفرائيل لا ينزل عليه لكن علم الإمام وعلم رسول الله وعلم رسول الله من الله فلكي لا يسمع زين العابدين وعية الحسين في علم الغيب في علم الله كان لابد أن يكون مريضا لا يعي ما حوله وحتى حينما قتل الإمام الحسين سلام الله عليه وغبر الجو وتغير جاءت زينب إليه وقالت له ذلك قال ارفعي طرف الخيمة فنظر قال هذا رأس أبي عبد الرم طيب في هذه الحالة وهو الإمام الشاهد الحي على كل هذه المعركة التي حدثت في واقعة الطف وكل مجرياتها بكل تفاصيله لعله كيف أدى الإمام السجاد الدور بعد أبيه بتحمل فهم الإمام أولا لابد أن نعرف أن الإمامة لا تقتصر على مجموعة قليلة من الناس إنما الإمام وحجة الله على جميع عباده وهو الوسيط بين السماء والأرض لو لاه لساخة الأرض بأهله لابد أن يكون هناك حجة في كل وقت وكل زمان من قبل الله في الأرض الإمام السلام الله عليه في الحقيقة كان من المصادر الأساسية هو وزينب ومن كانوا في كربلاء من النساء هو المصدر الأساسي لتبيين ما حدث انظروا بنوا أمية بالنتيجة كانوا يتبعون إبليس وأن الشيطان لا يوحي إلى أوليائه كانوا شياطين الأرض وكان عملهم مخططا له ومن جملة الأشياء أنهم حاصروه في أرض لا في قرية لا في مدينة لكي يقضوا على قصته وقضيته ورايته ورسالته فكانوا يريدون أن لا يعرف أحد شيئا إذا سئلنا نحن ما هي مصادر كربلاء من أوصل إلينا ما حدث في كربلاء فالجواب على ذلك أن الذين حافظوا على ما جرى في كربلاء هم عدة أطراف الطرف الأول هم أهل البيت وهم الذين تحدثوا عن ما جرى وكانوا شهودا يعني كان الإمام زين العابدين شاهد قسما من المعركة طريقة الإمام الحسين من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى كربلاء بالإضافة إلى فترة في كربلاء بناء على أنه جرح أيضا كان شاهدا زينب سلام الله عليه كانت شاهدة مصدر القضية يعني الحفاظ على القضية هذه مسألة مهمة لماذا عندنا في الروايات أن مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء لأن الذي يحفظه قضية الدم ورسالة الدم هو العالم الذي يكتب الذي ينشر المصدر الأول هم أهل البيت سلام الله عليهم المصدر الثاني هم العدو لأن العدو انهزم بعد ست سنوات وسقطت دولة حكومة بني أمية في مدينة الكوفة وجاء المختار ومن ثم أخذ الذين قتلوا أو قاتلوا أو اشتركوا في قتل الإمام الحسين واحدا واحدا وكان كل واحدا منهم ينشر ويقول ما الذي فعل وما الذي جرى فإذا عندنا المصدر الأول أهل البيت المصدر الثاني هم الأعداء المصدر الثالث هو أنهم في ذلك الزمن كان مع الجيش الذي يذهب إلى مكان من يكتب من يسجل ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يرسله سرية من قبله إلى مكان ما كان يجعل لها رئيس ويجعل لها من يخبره بما يجري مثلا حميد بن مسلم الذي كثيرا ما الخطباء يذكرون اسمه هذا الرجل كان مكلفا بأن يكتب لعبيد الله بن زياد الذي يجري مثلا خرج علينا شاب وجهه كفلقة قمر عن القاسم هذا يبين وجهة النظر الأموية لما يجري بس يكتب الأشياء الحقيقية التي حدثت وهذا أيضا من المصادر التي حافظت على قضية كربلا الإمام الحسين حمل رسالة الإمام زين العابدين حمل رسالة أبيه يعني أكو قضية وأكو رسالة الإمام الحسين كان حامل رسالة الأنبياء يريد أن يبلغ رسالة الأنبياء هو أهم نقطة عند الإمام الحسين سلام الله عليه الحفاظ على مخبر الرسالة وليس مظهرها انظروا نحن نقول للإمام أشهد أنك قد قمت الصلاة في كربلا جيش عمر بن سعد يعني صلى عمر بن سعد بأصحابه صلاة الغدات وكان عدد الذي صلى وراء 30 ألف مع الإمام الحسين 73 مع ذاك الأكثرية لكن نقول الصلاة التي صليتها هي الصلاة الحقيقية أما بنوا أمية فجعلوا الصلاة ضد الصلاة والحج رد الحج والزكاة ضد الزكاة والجهاد ضد الجهاد بذلك الحر الإمام الحسين قال سللتم علينا سيفا لنا بأيمانكم هذا السيف اللي بيتكم سيفنا بس كان ضد أعدائنا انتوا استخدمتوا ضدنا شوفوا الجوهر بن أمية مؤامرتهم كانت على أساس إفراغ هذا الدين من جوهره مظهر موجود لكن الجوهر غير موجود يعني تماما لو أنك ذهبت إلى بقال عطار من يبيع الفواكه أنت تبحث عن اللباب لا تبحث عن القشور نعم لكن إذا واحد أعطاك قشور تنخذع بها هؤلاء أرادوا أن يبينوا للناس صلاة ليست لله ليست في الخشوع المطلوبة العبودية المطلوبة فالإمام زين العابدين سلام الله عليه حمل رسالته الإمام الحسين إلى مختلف المناطق وساهم في إسقاط سلطة بني أمية هنا لعله تستوقفني كلمة مضيئة حضرتك تكلمت حولها في أحد الكتب أتصور كانت تحت أنوان الإمام زين العابدين صاحب الصحيفة الربانية وحامل الآلام المضيئة أريد أن أسأل ما هي هذه الآلام المضيئة التي كانت انظروا بعض الأوقات وهذا ربما في جميع الناس يحدث هذا في جميع الناس وفي جميع الأمم وفي جميع الأوقات أحيانا أنت تتألم شيء تافه مثلا شخص ما ارتكب خطأ ما فتحمل الجراحات هذه الآلام ليست مضيئة الإمام زين العابدين تحمل الآلام المضيئة تحمل ألما شديدا سواء من حيث الآثر من حيث التعذيب من حيث ما تحمل لكن ألمه كان مضيئا حينما كان يبكي الإمام زين العابدين على أبيه لم يكن يبكي على يعني مثل بكاء الولد على أبيه الراحل عنه هذا أمر لا يستحق البكاء مثلا لكن بعض الناس يتفاعلون معه صاحب رسالة يبكي لألم يحمل رسالة يمر فيجد القصاب يذبح خروف يقول هل سقيته يقول يا ابن رسول الله احنا معاشر القصابين لا نذبح الذبيحة الرحية إلا بعد أن نسقيه قال ولكن أبي قتل مظلوما يحمل ألم لكن هذا الألم مضيئ عند رسالة هذا الألم وليس مجرد تألم لمسألة ما رجلك مجروعة تتألم بس هذا ألمك ما فيه إضاءة أي واحدا ما يجيك تشتكي أنا رجلي توجعني وقعت في حفرة اشتجابة طبيعية لكن أن تكون قضية ما فيه رسالة الألم هنا كان عند رسالة فكان الإمام يحمل النور ولكن ضمن دائرة الألم ضمن قضية الألم نعم في هذه المرحلة الإمام قبل قليل قلت أنه العدو كان يصلي كان يجري ويقوم ببعض العبادات في ساحة المعركة مثلا كيف لاحظ الإمام هذا المنظر أمامه أن الذي يصلي هو من قتل ابن بنت رسول الله الذي يدعي الإسلام يقتل الإمام المفترض الطاعة يعني هنا حالة من حالات الإزدواجية لو صح التعبير والنفاق مثلا كيف عالجها الإمام باعتباره الإمام السجار باعتباره الإمام المفترض الطاعة بعد أبيه يعالج هذه الإشكالية عند المجتمع الإسلامي لأنه من الممكن أن تحدث وتكبر وتتوسع أساسا أهم قضية لأية سلطة هي الشرعية أهم شيء يعني أي حاكم لا شرعية له فهو يشعر في داخله أنه مغتصم نعم يعني صدام عمل استفتاء على حكمه كان الحاكم المطلق في العراق وكان الاستفتاء مزورا يعني 100% أو واحده مية وواحد الواحد لابد الأجنة هم اللي انتخبوا مية بالمية انتخبوا ليش لأن في داخله يشعر بأنه غير شرعي الإمام زين العابدين كانت مهمته بالنسبة للسلطة القائمة إسقاط الشرعية شرعية يزيد من أين شرعية أبيه من أين شرعية من عين أباه من أين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي هو الذي أسس الدولة الإسلامية نعم والشرعية كانت من النبي ولذلك كان يعتبر نفسه بني أمية كان يعترون نفسهم خلفاء رسول الله نعم وكانوا يحكمون بهذه الصفة الإمام أراد أن يبين أن هذه الصفة مزورة هذه الحكومة ما عدا شرعية كيف ما عدا شرعية أن كل أعمالهم في الحقيقة ضد محتوى الإسلام جوهر الإسلام لباب الإسلام يعني هم صلوا صلاة الصبح نعم فالتشاهد بناء على جميع المذاهب لا بد أن نصلي على النبي وعلى آهل النبي في جميع المذاهب نعم الصلاة الإبراهيمية اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الإمام الحسين كان يمثل سيد آل رسول الله في زمانه نعم كان سيد بني هاشم في كربلاء ولكنهم يقاتلونه كيف يصلون عليه في صلاتهم التي صلوها وتقاتل الإسلام ويدافعون عن حكم من يعتبر نفسه شرعيا بسبب رسول الله ولا بد أن يكون ملتزما بمنهج رسول الله ومنهج الإسلام فالإمام في الحقيقة كان يبين هذا التناقض ما بين عملهم وما بين كلامهم ومظهرهم ومخبرهم تناقض وبذلك كان يسقط الشرعية من حكم بني أمية وحتى خطبته أمام يزيد لأن ما يمدح نفسه هذا مو قضية مدح نفسه كان يريد يبين أنت منه نعم أنت اللي قاعد هنا أنا مزورة حكمك غير شرعي أسقط شرعية يزيد بن معاوية نعم أنا ابن مكة ومنه أنت ابن منه بيان للحقائق وإسقاط الشرعية ولذلك حدثت بلبلة في مجلس يزيد وخاف يزيد من أن تنقلب عليه الأمور فالإمام زين عابدين في الواقع فيما يرتبط بالسلطة هذا الجانب طبعا جوانب أخرى إلي ربط بدون زمان بدون مكان ما لربط بتلك الفترة فيما كان يرتبط بسلطة بني أمية كان يريد إسقاط شرعية حكمهم نعم عن طريق بيان التناقض في أقوالهم وأفعالهم وما يستندول إليه من الشرعية يعني هذه الشرعية ليست شرعية لأنه أنت تصلي على إمام الحسين ثم تقاتله هذه ما معقول ازدواجية عاجب نكمل ما تبقى معكم سماحة السيد إن شاء الله بقية باقة جوانب لهذه المعالجة والازدواجية العجيبة بعد أن نذهب إلى فاصل قصير أحبة المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى نكمل الحوار وما تبقى مع سماحة السيد هادي المدرسي سماحة السيد استوقفنا الحديث والحوار حول موضوع معالجة هذا النفاق الذي كان موجود وهذه الإزدواجية العجيبة في أن العدو يصلي على الإمام في صلاته ثم هو متواجد في نفس اللحظة لحربه وقتاله ما هي الجوانب الأخرى التي استطاع الإمام من خلالها معالجة هذا المرض الموجود عند الأمة؟ في الحقيقة المجتمع الذي قاتل الإمام الحسين هو مجتمع جاهلي بغلاف ديني يعني تدرون تغيير الأمم لا تكون بسهولة وتحتاج إلى فترة من الزمن والذي أراده الله لهذه الأمة أن يكون النبي هو الذي يقود البداية مرحلة التأسيس ثم الإمام علي مرحلة التصحيح ثم الأئمة لكي يغيروا ما في الناس بالناس بنوا ما يجاءوا وأرجعوا الحالات الجاهلية في الأمة منها قضية القبلية وإطاعة رئيس القبيلة ورئيس العشيرة حتى وإن كان على باطل استخدام السيف والذهب لتثبيت حكم باطل وإلى آخره المهم أن الإمام زين العابدين ذهب إلى القضية الأساسية وهو قضية الدين الدين جاء به الأنبياء من قبل الله لتربية أناس صالحين للآخرة أما الدنيا فهي مقدمة يعني هم جعلوا المقدمة هي الهدف والأصل والإمام زين العابدين كان يتجه بهذا الاتجاه أن الدين هو الأصل وأما الدنيا وما فيها وما في ذلك السلطة والحكم وإلى آخره هذه ليست إلا وسائل إن استخدمت في سبيل تربية الناس وفي سبيل تديين الناس أن يكونوا متدينين مؤمنين ربانيين هذا أمر الثاني الأمر الأساسي هذا أما قضية السلطة وإلى آخره وأنه راية نرفعها ذكاة يعني أن الأساسي الأول هو إرجاع الأمة للخط الصحيح تمستها بدينها أحسنت وهذا الجانب أداه الإمام زين العابدين وبقية الأئمة طبعا نعم ومع أنه كانت تتاح لهم فرصة أن يحكموا لكنهم فضلوا أن يصنعوا الحضارة الإسلامية بدل أن يحكموا فترة من الزمن ويكونوا حاكمين وبيدهم السلطة مثلاً الإمام الصادق سلام الله عليه جاءت فرصة قوية جداً عند سقوط دولة من يومية وقيام دولة من العباس وجاءت رسالة من الذي أثبت حكم بن العباس وهو أبو مسلم الخراساني والإمام كان يقرأ الإمام الصادق في ضوء شمع فأخذ رسالته وأخرقها فالذي جاء بالرسالة قال يا ابن رسول الله هل من جواب؟ قال هذا هو الجواب مرة ثانية كتب للإمام نعم الإمام قال للرسول قل له لا أنت لا الزمان زماني ولا أنت من رجالي أنت رجل فاسد فأنا ما أريد فاسدين حولي أنا أريد الإصلاح ولا يطاع الله من حيث يعصى وإلى اليوم يذكر لنا التاريخ أنه أسس أعظم مدرسة في الفقه الإسلامي والتفسير والفقهاء ما زالوا إلى اليوم أحسنت الإمام الصادق لي كتاب ذلكم الإمام الصادق أربع مجلدات هناك ذكرت بعض النقاط مثلا الذي أسس مدرسة الفقهة الحلال والحرام عند السنة والشيعة والإمام الصادق بمعنى أنهم كانوا الناس مسلمين الآن بعضهم حقيقة بعضهم نفاقا بعضهم كذبا على كل حال لكن ما كانوا رايحين وراء الحلال والحرام لكن قضية الحلال والحرام والفقه أسسها الإمام الصادق بالإضافة إلى أمور أخرى ترتبط بدنيانا مثل علم الكيمياء والفيزياء والآخر الشاهد الإمام زين العابدين ذهب إلى الأصل الذي من أجله بعث الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجله كان الإمام علي وصي رسول الله ومن أجله قاتل الإمام علي ومن أجله إلى آخره الذي قتل من أجله الحسين هو الأساس فذهب وراء الأساس يعني بنو أمية كان عندهم هدف وهو القضاء على هذا الدين من خلال القضاء على من يحمله راية هذا الدين يعني الزيف كان يريد القضاء على الحقيقة الباطل كان يريد القضاء على الحق بنوا مية في الواقع حينما انهزموا أمام رسول الله عسكريا نعم في فتح مكة هؤلاء فكروا طبعا بيحائن من الشيطان من إبليس وهو يوحي إلى أوليائه كانوا في خدمة إبليس بقضهم وقضيضهم ولذلك نقول اللهم العنبني ومية قاطبة هؤلاء فكروا في أنه الغرض هو أن يفرغوا هذا الدين وأن لا يكون الدين دين الله حاكما إذن ليدخلوا حتى يتمسكوا بالشعارات ويلغوا ما توحي إليها الشعارات يعني الشعائر تبقى لكن الشعائر تصبح ضد محتواها وكما قلت تكون الصلاة ضد الصلاة والحج ضد الحج مثلا الحج عباده خالصة لله لكن الحاكم كان يأتي ويعتبر الحج الشارع على كتفه جزء من الأشياء الذي كان الحاكمون في ذلك الوقت يقومون به يقودون الحجيج عاما والجهاد عاما لكن هذا الحج ما كان عبادة الله كان عبادة إله هو يأتي بجلاله بكبريائه بما يملك من الخدمة والحشمة والجيش والعسكر وكذا ويتظاهر بالألوهية بينما القضية أن تظاهر بالعبودية فأئمة سلام الله عليهم كانوا يبحثون عن الجوهر وما فعله الإمام أمران في جانب السلطة فضح السلطة وأسقط شرائيتها وفي الجانب الآخر كان يعمل في سبيل هذا الدين كما عمله جده رسول الله والأنبياء بشكل عام أن يكون الناس ربانيين بالفعل أن تكون الدنيا بالنسبة إليهم مقدمة للآخرة وأن تكون صلاتهم صلاة حقيقية وليست صلاة أمام الناس أو تظاهر بالصلاة في قضية الإمام الرضا سلام الله عليه حينما أمره المأمون بأن يصلي صلاة العيد فالإمام كيف خرج خرج حافيا خرج وعباءته بالعكس على كتفه خرج في حالة التواضع في وسط الطريق الناس كلما حتى رجالات الدولة جاءوا كل واحد جاي بزين تهو حفرس وكذا شاف الإمام ده يمشي حافي كلهم يشوي الإمام جاء الخبر المأموم أنه إذا رجع هؤلاء يمكن أن يزيلوا حكمك الإمام كان يريد أن يبين أن صلاة العيد مو مظهر صلاة العيد عبادة لله إظهار ألوهية الله وربوبية الله من خلال عبودية العبد فهذا الشيء الذي بحث عنه الإمام زين العابدين وعمل من أجله أما بقية المظاهر خب بن أمية كانوا يقومون قلته كان يقود الحجيج عاما لكن لكي ينصب نفسه إلها من دون الله نعم والجهاد عاما والجهاد أيضا ما كان في سبيل الدين كان الجهاد احتلال في الواقع أو إضافة الرقعة من الأرض إلى مملكته كما قال هارون كما قال هارون أمطر حيث ما شئت خاطب السحاب فإن خراجك عندي الهدف خراج هارون اللي يسموه العصر عصر الذهبي وما نقدر نعطيه حتى قيمة الفحم هذا الرجل كان في سلطته يبحث عن الخراج يبحث عن المال يبحث عن الأرض أبل الأئمة سلام الله عليهم فلم يكونوا يبحثون عن ذلك كانوا يبحثون عن هداية الناس وإرشاد الناس وكسب المزيد من الناس للجنة وهذا ما قام به الإمام سلام الله أحسنتم طيب كل هذه الجوانب العديدة التي قام به الإمام السجد سلام الله عليه مرة عالج القضية من الجانب الروحي وحاول إرجاع الأمة إلى مسارها الصحيح مرة أخرى عن طريق جانب آخر كان هو يضع هذا الجانب نصب عينيه لأنه هو الذي يشخص ما يريد ويفعل أو يقوم به هل حاول الإمام سلام الله عليه أن يقوم بأخذ الثأر لأبيه سلام الله عليه وكل من استشهد معه في واقعة الطف لأننا نلاحظ اليوم سماحت السيد أن من يحضر واقعة مقتل أبيه بالتأكيد حادثة قتل وقعت أول ما يتبادل إلى ذهنه أنه يقوم بأخذ الثأر حتى لو كان بعيدا وعلم بالأمر كيف هو هو موجود أولا نحن نقول الإمام الحسين السلام عليك يا تار الله فأخذ الثأر الحقيقي إلى الإمام الحسين هو بتطهير الكرة الأرضية كلها من الظلم والطغيان وهذا ما سيقوم به ولده والإمام صاحب الأمر عزي الله تعالى فرجه الشريف وحينما يظهر أول كلمة يقولها يقول يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل مظلوما يا أهل العالم إن جدي الحسين قتل عطشانا قتل عطشانا لهدف قتل مظلوما لهدف الهدف الأساسي هو ليس فقط بأن نثأر من القاتل والإمام طبعا ساهم في هذا الأمر أيضا يعني بعدما قتل الإمام الحسين ورفع راية الحسين وراية الثأر من قتلته استطاع المختار أن يقوم بثورته وقضى على حكم بني أمية في الكوفة لا فالإمام الحسين طبعا ساهم وأخذ الثأر وبعد ستة أعوام فقط يعني الغريب أن الفترة القصيرة ما بين مقتل الإمام الحسين ومقتل الذين قتلوا ست سنوات في تاريخ مو فقط في الشعوب في تاريخ الفرد هي فترة قصيرة يعني تصور بعد ست سنوات فقط أخذ بثأر الإمام الحسين من قتلته من عمر بن سعد وهو قائد الجيش إلى شمر بن الجوشن وإلى بقية القتلة أخذ بثأرهم وقتلوا كلهم وقتلوا بنفس القتلة التي قتلوا بها حتى أنه يذكر بأن عبد الله بن عمر حينما كان المختار في السجن سجن عبيد الله بن زياد أيام كربلا كان فيه سجن الكوفة توسط للمختار فلم يقتله عبيد الله بن زياد نفس الرجل توسط لعمر بن سعد ولذلك المختار شرط عليه شرط أن يبقى في بيته ولا يحدث يعني ما يغير شي شي جديد ما يسوي لكن الناس كانت ثائرة كيف تقتل مثلا حرملة وهو تحت قيادة عمر بن سعد وعمر بن سعد بعد في بيته قاعد فما الذي فعل المختار عمل طريقة لطيفة وهو اشترط عليه أنه لا يحدث قبله وساطة وهو يعلم أنه لا يلتزم بهذه الشراء أحسنت لا ليس فقط لا يلتزم كان ملتزم الرجل لكن في يوم من الأيام قال لأصحابه أنه باقي واحد وجاب صفات عمر بن سعد مثل العينة كبيرة كذا ما هذا واحد من الحاضرين أخبر عمر بن سعد هذا الرجل خرج من بيتي أحدث هاي الشرط اللي كانوا مخلين عليه حينما خرج من داره والتجى إلى واحد من الناس ذاك قال شوف هذا مشترط عليك شرط أنت خلفت الشرط فراجع إلى داره وكان المختار عند عيون خبروا أنه خرج وخبروا أنه دخل ولذلك أمر جماعة بأن يذهبوا إليه وقال لهم اقتلوه على ما هو علي يعني اجيبوا إلي لأن الإمام الحسين دعا علي قال أرجو أن يضبحك الله على فراشك فجاءوا إليه وقتلوه وجاءوا برأسه إلى المختار المختار جالس في مجلسه وابن عمر بن سعد أيضا كان جالسا فقال المختار لابن عمر بن سعد قال أتعرف هذا قال نعم قبح الله العيش بعده قال اقتلوه فقتلوه قال رأسه عمر بن سعد برأسه الحسين ورأسه ابنه برأس علي الأكبر ولده وخذ بسأر الإمام الحسين والذي السام في ذلك هو الإمام زين العابدين وزينب يعني اللي قلب المعادلة أو قلب الطاولة على بني أمية كانت زينب وكان الإمام زين العابدين قطعا ويقينا يعني نحن نقرأ في التاريخ أنه زينب خطبت الإمام زين العابدين خطب أهل الكوفة بكوا زينب قالت لهم أتبكون وكذا هذا كله كان يحشد لإسقاط سلطة بني أمية سلطتهم كانت قائمة على الزيف وكشف الإمام زين العابدين زيفهم سلطتهم كانت قائمة على الدينار والدرهم والإمام زين العابدين ألغى قيمة الدينار والدرهم من مواقف الرجال يعني الرجال لا يتخذوا الموقفهم بداءا على أنه يطوف فلوس أو يخاف من الموت يعني أرجح بعض الناس أرجح كثيرا من عدهم إلى حالة الأمة في زمن رسول الله الذين كانوا يؤمنون بالله لا للدينار لا للدرهم لا خوفا من السيف ولذلك سقطت حكومة بني أمية نعم الإمام أخذ بثائر أبي فيما يرتبط بالأفراد الذين شاركوا لكن المشكلة لم يأخذ بثائر الإمام الحسين فيما يرتبط بإبليس و شياطين الأرض وهذه مهمة كبرى أعد الله لها وليه إن شاء الله طيب كل هذه الأحداث التي جرت ما بعد استشهاد الإمام الحسين وهذا الدور الكبير الذي لعبه الإمام السجاد وأداه وأعطاه حقه تعرف سماحة السيد حينما يقتل الإمام ويوجد الإمام الثاني الذي يليه السلطة تكون لها عيون وتكون لها أيدي كبيرة على هذا الشخص يعني الإمام الذي يلي الإمام الذي استشهد كيف استطاع مثلا الإمام السجاد وهو الذي قام بكل ما قام أن يتعامل مع هكذا السلطة مع كل هذه العيون والمجتمع المؤيد للسلطة انظروا في مسألة كربلا الذي حدث أن الجماعة أرادوا أن يذبحوا كل أهل البيت نعم ولا يبقون لهم باقي وكان لهم شعارهم المعروف لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي أحد الأشياء التي منعتهم من قتل الإمام زين العابدين نعم هو أن علي الأكبر قتل ولذلك حينما قال له من أنت؟ قال أنا علي بن حسين قال ألم يقتل الله عليا عجيب أنت بعدك حي ألم يقتل؟ ما كان ظاهر في كربلا الإمام زين العابدين ما مثل بقية اللي قاتلوا فلان خرج قاتل قرأ فلان شعر قتل كذا نعم الشيء الآخر وهو أن الحقيقة مسألة أن الإمام كيف استطاع أن يحافظ على نفسه وفي نفس الوقت يقوم بدوره انظروا الإمام زين العابدين في الكوفة لم يخطب إلا خطبة قصيرة جدا لم يظهر نفسه كانت زينب هي التي تظهر نفسها بعدين أكمل أسألة مهمة هم فكروا عصر عاشرة أنه انتهت المعركة لكن الحقيقة المعركة بدأت بعد قتل الحسين بدأت بعدها والمعركة الحقيقية هي كانت بعد مقتل إمام الحسين وعودت ضمائر الناس إلى أنفسهم إذن الحسين لم يكتب قصته الأخيرة في كربلا أحسن جميل الحسين ما كتب قصته والأخيرة بس يعني أساسا اعتمد الإمام زين العابدين على النفس اللوامة للذين قاتلوا أباه والنفس اللوامة تقوم وتنهض بعد ارتكاب الجريمة شخص يأتي عند رغبة شديدة في اغتصاب بنت مثلا ويغتصبها بمجرد يكمل تقوم نفسه اللوامة ما الذي فعلت ولذلك لا يستطيع أن يناموا أن يرتاح أي مجرم المجرمين هؤلاء لا يستطيعون أن يرتاحوا ولعل أحدهم يأتي بعد ثلاثين عاما ويقول أن راحتي قد سلبت ويعترف بما فعل فالجماعة سقطت في أيديه أن قضية الإمام الحسين وين كانوا عبأوا لقتل الحسين أكبر عدد من الأعداء حتى أن بعضهم قال ألف ألف يعني مليون شخص كانوا مشتركين في قتل الحسين أن بريئة الذمة من من لا يخرجوا لقتال الحسين حتى أن أحدا أخذوه شاب ما رايح لقتال الحسين أخذوه لعبد الله بن الزياد قال لماذا لم تخرج لقتال الحسين قال من هو الحسين ما أعرف أنا واحد من أهل الشام أندي دين على واحد من أهل الكوفة جاء أخذ ديني قال اقتله وذبحه حتى يكون يعني كل يريد يشترك بس ما كانوا حاسبين حساب أن بعض المشتركين انقلبون على أنفسهم ولذلك ما كانوا يردون يرتكبون جريمة جديدة من هنا ما قتلوا زينب معنى واجهتهم في قصورهم يعني واجهت عبيد الله بن الزياد في قصري واجهت يزيد أني لا أستحقر أستصغر قدرك شي كلام لإمبراطور مغرور عمره 35 سنة يحكم 70 دولة تقول له بس ليش لأن القضية صارت كبيرة عليهم شافوا ما يقدرون ارتكبوا هذه الجريمة زين الحسين خرج زين العابدين ما خرج عليه مثلا زين بامرأة ولا يحسب لها كما قال أحدهم قال أنت سجاعة إلى آخر فالإمام زين العابدين في الحقيقة انتهز فرصة قيام الضمائر في نفوس الذين شاركوا قام بكل هذه الأدوار لكنه حاول يعني هذه الأدوار الكبيرة التي أداها الإمام زين العابدين لكنه حاول قدر الإمكان أن لا يعطي لهم مبررا لم يعطي مبررا كلام جميل لم يعطي مبررا لهم ولذلك لم يطهر الإمام في الكوفة يعني بعضهم يقول أن الإمام كان زين العابدين لكن كل ما نقرأ زينب نعم كان الإمام زين العابدين هو الذي يقود وهو الذي كان يقود المعركة مع الأعداء لكن زينب كانت هي الظاهرة ولذلك مثلا أقول في الكوفة مركز اللي قتلوا الإمام الحسين ومركز حكم عبد الله بن زياد ما فيه خطبة قصيرة لإمام زين العابدين وقد ذكرت ذلك في كتابي وقامت زينب زينب لا كانت تتحدث بقوة وكانت تخاطب ضمائرهم حتى أنهم بكوا قال هؤلاء يبكون فمن قتلونه يعني إذا كلكم ده تبتشون على الحسين لعن من اللي قتلوا هم قتلوا لكن فيما بعد سليمان بن صرد الخزاعي قام بثورة التوابين هؤلاء كانوا توابين الذين قسموا من عدهم شارك واربعة آلاف من عدهم قتلوا قتلوا إلى آخر رجل من عدهم لتكفير ما فعلوا بإمام الحسين سلام الله عليه فالقضية انقلبت عليهم من خلال ضمائر الناس والنفس اللوامة في الناس لكن هذا ليس شرط الإمام زين العابدين هو الذي يقوم به ما حمر راية لإسقاط من يأميض جهارا أن يقول أن هذا يزيد أنا لذا سقط أكون مكانا لا لكن زينب سلام الله عليها قامت بالدور الأكبر ظاهرا والإمام زين العابدين باطنا أحسنتم لعله الوقت أدركنا ولم يتبقى لنا إلى دقيقتين سمحت السيد والموضوعات كثيرة حول الإمام السجاد حقيقة لكن بودي أن أعرف ما هي المدرسة الفكرية والأخلاقية التي أسسها الإمام من خلال رسالة الحقوق الإمام زين العابدين في الحقيقة عنده صحيفة السجادية صحيفة السجادية نعم وفي الصحيفة السجادية خمسين دعاء مع أن أدعية الإمام أكثر من مئة وسبعين دعاء لإمام زين العابدين هذه شمة يعني بعض أدعية الإمام والإمام عنده رسالة الحقوق والإمام كان يقوم بدور عظيم في الحقيقة في تربية الأفراد من خلال أنه يشتري العبيد ويعلمهم يحولهم إلى علماء علماء كبار ثم يطلق سراحه يحرره فالإمام كان يقوم بدور كبير مدرسته تكمل لمدرسة رسول الله ومدرسة أبيها الإمام الحسين ومدرسة جده أمير المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكما قلت فإن ثورة الإمام بين العابدين كانت ثورة داخلية ثورة إثارة الضمائر وإشاعة الإيمان وإيقاظ الفطرة في البشر وهذه ثورة مهمة جدا لأن الله بعث أنبياءه كما يقول الإمام ليستأدوهم ميثاق فطرته وليثيروا لهم دفائن العقول هذا ما قام به الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مهمتها الرسالية بعد أبيها الإمام الحسين الشهيد وكرر الله أحسنتم إذن عمل الإمام السجاد سلام الله عليه على إنقاذ الإيمان في نفوس وإيقاظ هذه الشمع في نفوس الأمة لترجع للطريق الصحيح أحسنتم سماحة السيدة الموضوعات كثيرة حقيقة أحبتي المشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل أن نلتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة